بشرة صارة من وزير التعليم بشأن سهولة امتحانات السنوية العامة والبعد عن التعقيد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم اجتمع مع رؤساء المواد والمسؤولين عن بنك الأسئلة العامة لامتحانات السنوية العامة 23-24 اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الاجتماع حضرته الدكتورة احلام البازل مشرفة على اللجان الفنية وتأدير الدرجات الامتحانات السنوية العامة والدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات شكر الوزير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على دوره في نجاح المنظومة التعليمية وشدد على ضرورة أن تكون امتحانات السنوية العامة للعام الحالي بنفس المواصفات الفنية للعام الماضي من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة له الوزير أكد على ضرورة وضوح الأسئلة وتحددها وعدم قابليتها للتأويل ومراعاة تناسب عدد الأسئلة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة شدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة توزيع الدرجات المخصصة لإجابات الأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة أكد الوزير على وضوح الأسئلة الموضوعية ووجود إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة ومراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية التانية وضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات هتكون بنظام كتاب المفتوح أوبين بوك أسوة بالعام الماضي حيث سيستلم الطالب كتاي بالمفاهيم في بداية امتحان كل مادة يسلموا للملاحظ في نهاية الامتحان وجه الوزير بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية والتدرك في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد نتمنى لطلاب السنوية العامة كل التوفيق في امتحاناتهم إن شاء الله وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر جينا مع بعض لنهاية ناشرة الأخبار وأعتذر لحضركم عن صوتي لإني واخذ برد شديد شوية وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وقريب كان معكم إسلام الأمير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة